حقيقي المتحدة السنة دي بتقدم تنوع يعني رائع وتنوع درامي مختلف وتنوع في الفئات وتحديد الجمهور المستهدف كلنا كنا عارفين طبعا لما بندرس في الإعلام انت قبل ما بتخطط لأي خريطة سواء برامج أو دراما بتشوف مين المشاهد بتاعك ونوعية المشاهد ايه والناس عايزة ايه والقضايا والزمن وانت عايز ايه كمان يشكل الوجدان في السنة دي الحقيقة في حاجات كتير جدا أنا معجبة بيها طبعا الحشاشين تحديدا يعني انتاج ضخم كبير جدا مجهود كبير قوي حييجي كمان جودر بعد كده برضو نفس يعني انتاج ضخم ده غير بقى المسلسلات الاجتماعية خليني نبدأ سريعا لان وقتنا في رمضان قصير هي مجموعة من المسلسلات بتتأسم عندنا 15 حلقة وطبعا عندنا 30 حلقة وده كده هنشوف مع بعض تعالوا نبدأ كده ونشوف مع بعض الدراما الاجتماعية لان كلنا في البيوت كمان بتهمنا الدراما الاجتماعية عتبات البهكة عودت وجود النجم الكبير يحيى الفخراني على شاشة رمضان والمخرج الكبير ايضا مجدي ابو عميرة المسلسل من 15 حلقة وموضوعه اجتماعي واللطيف انه يعني بيرصد اختلاف الاجيال وكمان بيتغير الزمن واللي بيحصل في المجتمع ولكن بشكل كوميدي لايت لانه بهجة الاباسيري طالع هو نفسه يعني زي انفروينسر او بيقدم محتوى على سوشيال ميديا زي ما بيحصل في العادي اما امبراطورية ميم فطبيعي جدا لو انا موجودة على الديسك فيبقوا كل العائلة كده موجودين حولي وبيفكرنا اكيد بالنجمة العظيمة فاتر حمامة والعمل مستوحى من طبعا نص ادبي شهير للاديب الكبير احسان عبدالقدوس ولكن الحقيقة يمكن الاختلاف انه احنا اقرب للنص لانه النص الادبي البطل رجل لكن لما عملوا الفيلم لانه طبعا فنانة فاتر حمامة هي كانت البطلة فغيروا كأنها الام هنا الاب بيلعب الدور ومعاه برضو اختلاف الاجيال وهنا انا عايز اقول لكم حاجة مهمة قوي السنة دي السنة دي انا سعيدة لانه حقيقي المتحدة راعت انه المجتمع مختلف يعني احنا لو شفنا الاب الام البنت الشاب الشباب فانتا الشباب موجودين في كل اعمال رمضان قصصهم مشاكلهم حياتهم رغباتهم تأثيرهم بشكل كبير جدا وده موجود طيب تعالوا كده نروح لمسلسل كمان اجتماعي هو بيت الرفاعي المكون من 30 حلقة النجم الكبير امير قرارة بصراحة السنة دي قرارة يعني عامل مسلسل اجتماعي وفكرنا كده بفيلم العار والافلام اللي كانت بتناقش صراع الورثة والمشاكل على الميراس وده طبعا من خلال تيمة بجد شيقة جدا عندنا كمان دراما اجتماعية الشبابية ومسلسل مصار اجباري زي ما قلتلكم الشباب موجودين بشكل كبير والمسلسل بيعرض على شاشة القناة الاولى بطولة النجمين الشابين عسام عمر واحمد داش وانا سعيدة بتصدرهم البطولة بصراحة الحلقة الاولى شوائتنا جدا لان هي فيها كمان عارفنا حاجة انا شخصيا يعني بقيت من شواء عايزة اعرف عملها ازاي محمود البزاوي طالع متجوز اتنين بسمة وصابرين والاتنين مخلف منهم وطبعا مخبي عليهم وده لمدة عشرين سنة انا شخصيا عايزة اعرف عملتها ازاي يا بزاوي هنعرف طبعا نروح بقى للدراما الشعبية الدراما الشعبية السنة دي عندنا عمليين المعلم النجم مصطفى شعبان اللي بيقدم حاجة جديدة ومختلفة دراما شعبية وفيها كمان تجار الاسماك والعمل التاني مسلسل حق عرب للنجم احمد العودي وطبعا بدأ احمد العودي في المسلسل احداث سخنة جدا وهي فكرة الراجل اللي بيربي ابن مش ابنه بسبب طبعا ايمانه بالغيبيات والدجل وعوالم كلنا عارفينها العوالم دي لها شعبية وجمهور كبير جدا ومهم عشان كده المسلسل بيناقش القضية دي نروح بقى للكوميديا اللي كلنا بصراحة مندور عليها كلنا بنبقى عايزين شوية كده راحة الكوميديا طبعا عندنا الكبير اللي بيواصل نجاحه في الموسم الثامن مع النجم الكبير احمد مكي وكمان عندنا مسلسل بابا جيه وبابا جيه طبعا فيه كده الحاجات اللطيفة اللذيذة اللي بتقابلنا كل يوم نجم الكبير اكرم حسني واللي بيقدم كوبيديا عائلية وبينتصر اخيرا للاباء يعني طول الوقت تتلاقي ماما ماما لا ده بقى بابا جيه بابا جيه يعني فرصة كده الاباء يلاقوا رفسهم مع بابا جيه وطبعا الاكشن زي ما احنا قلنا طبعا فيه مسلسلات فيها بقى اكشن وفيها دراما وفيها حاجات مسيرة للجدل زي مسلسل غدا عبد الرازق وصيد العقارب وطبعا صيد العقارب بتعود بيه غدا عبد الرازق بيتناول عالم غريب وجديد على الدراما كمان ومختلف النجمة ريهام حجاج رجع بمسلسل صدفة وبتدور احداثه كمان فيها اكشن وبتعرض وبنشوف حاجات واحداث كتيرة مختلفة والمسلسل بيعرض على شاشة القناة الاولى روجينا بتعود وتتحدى نفسها هذا العام مسلسل سر الهي ومغامرات مختلفة ومطردات وفاكرين احنا التتر الاولاني او الترويج بتاعه بيبدأ بالشطرنج والتحدي اللي موجود نروح بقى ونبدأ ليه ناخد الانفاس ونروح لمسلسل الحشاشين الحشاشين الحقيقة دراما تاريخية سياسية وهي الاضخم مش بس في المتحدة ومصر ولكن في الوطن العربي ايوة نقدر نحطها بين قوسين كبار كده ونقول انه المسلسل الضخم في الوطن العربي من حيث الانتاج والموضوع زي ما انتم شايفين الصورة بديعة انتاج ضخم اماكن تصوير حقيقية الكاميرا في كل مكان احداث ساخنة بترصد لنا بداية فكرة طائفة الحشاشين واللي اسسها حسن ابن الصباح والنهاردة طبعا هيكون عندنا فقرة مهمة جدا هتكون مع مهندس ديكور العمل لان مهندس ديكور العمل المهندس احمد فايز هيحكي لنا ويورينا ازاي التفاصيل كمان بناء المدن لان احنا شفنا مدن قلاع ديكورات اماكن كلها قديمة وطبعا اماكن بتعود الى تاريخ وازمنة قديمة وده اللي بيدي الواقعية للدراما بيديها اوة لما تشوف كمان الكاميرا بتقدر تتحرك طبعا في اماكن طبعية وخارجية الكاميرا بتتحرك فيها براحتها لكن كمان لازم تنقل من الحركة الطبعية والاماكن والمناظر الطبعية لما تروح للديكور يكون كمان هو اقرب للطبيعي واحيانا ممكن ما تفرقش انت يتهايقلك انه المكان ده كده مصورين في مكان قديم لكن الحقيقة الديكورات واضحة جدا مبزول فيها مبهود وبيرعي فيها ايضا الفترة والحقبة التاريخية اللي بيتم فيها تصوير المسلسل كلام كتير كواليس كتير هنقف عندها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر